تصاعدت وتيرة التظاهرات في السودان خلال الساعات الماضية في عدد من المدن بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم وعلى ما يبدو أن الأجواء في السودان لن تهدأ على الأقل في الفترة الحالية خاصة وأن المظاهرات يتم تنظيمها بشكل شبه أسبوعي في العاصمة والمناطق المجاورة لها اعتراضاً على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد وتتزامن الاحتجاجات الحالية مع ذكرى تولي الرئيس السوداني السابق عمر البشير الحكم عام 1989 وخلال الأسابيع الأخيرة مارس كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك الأوضاع في السودان تنظر بعواقب وخيمة خاصة مع استمرار التظاهرات وسقوط المدنيين فهل يتم السيطرة على الموقف أم يكون هناك مزيداً من الخسائر؟ ترجمة نانسي قنقر